السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيلين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نصاه العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموت السلام عليك وعلى العرواح التي حلت بثنائه عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسماء وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة نسست أساس الظلم والجول عليكم أهل البلد ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها وعن الله أمة قتلتكم وعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى الله وعليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وعونياغهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أعلى زياد وعلى مرفان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله بن مرجونة ولعن الله عمر بن ساوة ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجات وألجمات وتنقبات لقتاهم بأبيا توامي لقد عظم مصاحبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه الصلاة فالدنيا من آخر يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبل براوت من من قاتلك ونسب لك الحر وبل براوت من من أسس أساس الظلم والجور عليكم وابراو إلى الله وإلى رسوله وابراو إلى الله وإلى رسوله من من أسس أساس بالك وبنا عليه بنیانه وجراف ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريتوا إلى الله وإليكم منهم واتغربوا إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم وبل براوت من أعدائكم وانناسبين لكم الحر وبل براوت من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وبدي لمن أبوالاكم وعدف لمن عداكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراهة من عداكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم غدم صدقا في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عندهم وأن يرزقني طلب ثاري مع عمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة معظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والعرض اللهم اجعلني في مقام هذا من من تناله من صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا يمحيا محمد وعلم محمد ومماتی ممات محمد وعلم محمد اللهم إن هذا يومون فبركت بهي بن ومهيه وابن وآكلة الأكبر اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبیك صلى الله عليه وآهل في كل موتن وموقف وقف فيه نبیك صلى الله عليه وآهل اللهم العنب وصفیان ومعاویه ويزید ابن معاویه عليهم من كاللعنت وبدالعابدیه و هذا يوم فرحت به آل زیاد وآل مرها بقتنهم الحسین صلوات الله علیه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني یتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا ويوم حياتي بالبرات منهم واللعنت عليهم و بالمضالات لنبیك وآل نبیك عليه وعليهم السلام اللهم العنب ورد ظالم ظلم حق محمد ورد محمد وآخر تابع له وعلى ذلك اللهم العنب ورد ظالم حق محمد وشاویعت وبایعت وطابعت على قتله اللهم العنب ورد جمیعا السلام عليك يا أبا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفناه عليك مني سلام الله بدا ما بغيت وبقي الليل والنهور ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن اللهم خص أنت أول قول من باللعن مني وابدا به اولا ثم العن الثاني والثانث والرابر اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زیاد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى بي سفيان وعلى زیاد وعلى مربان الى يوم القیام